انا اظن الدور ده انت عملته بعد كده في شهين في الاية الحلمية انت برضو رزقت بطفل وانت سنك كبير ايو نظبوط ايو هلقدر اقول ان شخصية شهين في مسلسل الاية الحلمية دي كانت وش الساعة دي كانت بداية الانطلاق بالنسبة لفاتوح احمد مش بالنسبة لنا بالنسبة لكل اللي اشتغلوا في الاية الحلمية سواء نجوم كبارة او مصين اول مرة كل اللي اشتغل في الاية الحلمية ما هو ده المستلسل اللي هو عناصر نجاح مكتملة فيه اللي هو مخرك كبير مؤلف كبير الله يرحمهم كاست كبير فكل اللي عده في القائلة الحلمية استفاد ايه بقى ذكرياتك عن الحلمية بقى لا الحلمية دي ده احنا كنا قصرة بجد يعني كنا عيلة شوف كم جزء يعني وكان زمان كنا بنصور كانت الحلقات بتتمنتج وتسافر على المطار فبنصور في السوديو الأهرام فطبعا مش شايفين قدامنا ورجعين جايين من الحارة كده وماشي الفجر خلاص وماشي الأستاذ حسن يوسف وانا ماشي جانبه لطوله انت ما سدقت يا أستاذ حسن الماشي هدخل الشلط الشنب قال ايه يا جماعة انا صارت من غير الشنب ورجعنا تاني بعد ما فركش ماشيين مروحين كل القصر رجع تاني حط الشنب وصورنا شوف المسألة التعب وصل لإيه ان لا 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 هو ولا احنى ولا الإخراج خد باله ان الشنب مش مغلود خد باله ان الأستاذ حسن ده راكور ها طبعا بكون ها حتبقى فضيح فلال حلمية ده كان مسلسل جميلة ليه دايما كنت بتقول انك متشائم من مسلسل زئاب الجبل بص زئاب الجبل ده انا كنت بقولها يخلص علينا زئاب الجبل ده هيقضى علينا يا جماعة عايزين نقمس من أم المسلسل ده لانه هيخلص علينا الله يرحمه صلاح عبيل صور نص الدور ومات ومات جاء عبدالله غيس ومات ومات بس كان لسه برضو الدور مخلص مجدب عميرة خالته صفاء عامر عمته مش عارفين لغاية مواصرة ان الواد السعوية اللي عامل ابن سامح أنور الطفل وهي من الميكروباس مات طب ده مسلسل تحبوا فقلت لهم المسلسل هيخلص علينا اقتلوا المسلسل ده قفلوه او اربوه واخدوا الفلوس اللي احنا خدناها بس نمشي بالمسلسل فكان تشاؤم غير عادي من مسلسل فاشل هم حكتين الحقيقة اللي انا ما يعني خلني ده طبعا عشان كنت الشاقم قلت هيفشل يعني والوتد الله يرحمه بس هل اعتبر زئاب الجبل من اقوى المسلسلات اللي عبرت عن الصعيد ولا في غيره لا زئاب الجبل طبعا من اقواهم من اقواهم من اقواهم انما انا مثلا بالنسبة لي من المسلسلات الصعيدي اللي انا بحبها قوي انا عملت كتير مسلسلات صعيدي مهمة جدا بس اكتر مسلسل انا بحبه انا ما كنتش فيه اسمه غواش اه بتاع صفاء ابو الصعود صفاء ابو الصعود والله ارحمه الفشاوي ونبيل الحلفاء والمعلى جنون ده اكتر مسلسل صعيدي انا حبيته انا يعني انما انا عملت حاجات مملكة الجبل ومش عارف اوراق مصرية وابني ليل عملت صعيد كتير قوي زئاب الجبل كان عند الناس طبعا هو كان نمرة واحد نمرة لدرجة ان كان في الصعيد ما يبقى فيه جنازة ولا حاجة بالميكروفون بيقولوا الجنازة بعد صلاة بعد زئاب الجبل او الحضور بعد زئاب عارفين الناس مش هيروح او فبيقولوا الناس بعد زئاب الجبل